أهلا بكم منذ الأيام الأولى لإحكام سيطرتها على محافظة صعدة مع قل نشأتها شرعت ميليشيا الحوثي في تفجير وتفخيخ المنازل كسلوك انتقامي من خصومها ومعارضها السياسيين والقبليين كانت البداية في العام 2008 وتحديدا في مديريات ساقين وحيدان ومجز بمحافظة صعدة حيث دشنت الميليشيا مسيرة التفجير بتفخيخ منزل المواطن عبدالله الحطاب في منطقة المصاعبة ومنزل المواطن علي مسفر محية في منطقة ميز تلتها حلقات تفجير ونسف العشرات المنازل في كل من حيدان وساقين في المحافظة ذاتها وفي مطلع العام 2012 برزت ظاهرة تفجير المنازل بشكل أكبر وبالتحديد عند تفجير منزلي آل مجلي في صعدة ثم تفجير منزل الشيخ صغير بن عزيز في حرف سفيان أثناء مشاركته في الحرب ضدهم خلال عامي 2009 و2010 عند اشتياح عمران وبالتحديد مناطق قبيلة حاشد شرعت الميليشيا في تفجير 18 مسجدا ومدرسة وتجلت الظاهرة أكثر في الأول من أغسطس من العام 2014 عند قيام الميليشيا بتفجير منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في منطقة الخمري في عمران أيضا فجرت الميليشيا منزل الشيخ أحمد علي صغير أحد مناهضيها السابقين ومن عمران امتدت مسيرة التفجير والتدمير إلى أرحب وهناك فجرت معظم منازل قرية الجنادبة اللي البالغ عددها 18 منزلا قبلها كانت الميليشيا قد فجرت عشرات المنازل في محافظة حجة وبالتحديد مناطق حجور وكشر وعاهم ومستبأ تزامن ذلك مع قيام الميليشيا بتفجير منازل مناهضيها في محافظة الجوف حيث فجرت هناك نحو تسعة منازل أبرزها منزل الشيخ حسن أبكر وبعد اشتياح صنعاء وتمدد الميليشيا في معظم المحافظات كانت ذمار طريق عبورها إلى محافظات الوسط والجنوب وفيها فجرت نحو ثلاثة عشر منزلا بينها منزل رئيس هيئة أركان الجيش محمد المقدشي وعبد العزيز جباري في إب فجرت الميليشيا منزل الشيخ الدعام أحد قادة المقاومة الشعبية في الرضمة والسنزفة الميليشيا كمية كبيرة من الديناميت حيث فجرت أكثر من خمسين منزلا معظمها في بعدان والرضمة ومناطق العدين كان آخرها ثمانية منازل في مديرية السبرة في الضالع اقتحمت الميليشيا أكثر من أربعين منزلا وفجرت في دمت وحدها ثلاثة وعشرين منزلا خلال ثلاثة أيام فقط على رأسها منزل قائد مقاومة دمت العقيد ناصر الربية والمحامي عبد الرحمن برمان في محافظة لاحج فجرت ميليشيا الحوثي منزلين لقياديين في حزب الإصلاح إضافة لمقر الحزب في مدينة الوهط أثناء سيطرتها على محافظة لاحج إلى البيضاء حيث فجرت الميليشيا قرية بكاملها والمعروفة بقرية خبزة التابعة لمديرية ردع وبلغ عددها حوالي خمسة عشر منزلا وأحرقت عشرات المنازل الأخرى بالإضافة إلى تفجير نحو خمسة وعشرين منزلا في كل منذ ناعم وولد الربيع والقريشية ومدينة البيضاء إلى شبوة فجرت الميليشيا أكثر من عشرة منازل المواطنين في مديريتي بيحان وعسيلان أبرزها منزل قائد المقاومة هناك صالح بن فريد أما في محافظة الحديدة وهي الأقل تعرضا لأحداث العنف خلال العامين الماضيين استهدفت الميليشيا ثلاثة منازل أما في تعز فقد فجرت الميليشيا خلال مايو وأكتوبر الماضيين عددا من المنازل في جبل صبر ومنطقة الجحملية بالإضافة إلى تفجير عشرات المنازل يوميا بصواريخ الكاتيوشا منظمات حقوقية دعت في تقارير صدرت عنها مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن الميليشيا فجرت ما لا يقل عن 420 منزلا منذ سبتمبر من العام 2014